كيف نعرف العسل الأصلي من المخشوش مرحبا بكم اليوم هنحكي عن موضوع العسل هل مناسب لمرضى السكر كم نوع من العسل موجود هل النحل ينتج أكثر من نوع من العسل كيف نعرف العسل المخشوش من العسل الأصلي هو المتعارف أنه النحل بنتج العسل ولكن النحل بنتج غير العسل خمس أشياء أخرى 1. العسل 2. شمع العسل 3. غزاء ملكات النحل 4. حبوب لقاح النحل هو كثير مناسب للإنجاب وللعقوم مناسب لبناء العضلات أيضا 5. سمغ النحل 6. سم النحل أيوة سم النحل وهو أغلى سمنا أغلى الشي هو سم النحل أنواع العسل كثيرة من ضمنهم الجبلة والأتجار والصخرة والبرة والمزارع وشمع العسل نوع العسل حسب الظهرة وفي عسل نحل ولكن مغزى النحل على السكر بدل الزهور لقطرة الإنتاج بدل ما يتغزى النحل على الظهرة بتغزى على السكر بحطوه للسكر من شان الإنتاج أكثر وهذا سيء جدا تخزين العسل لازم يكون من درجة حرارة 18 إلى 28 تقريبا مش لازم العسل يتعرض للحرارة مثل الطبخ ونوضعه مع الحلويات ونطبخه مع الكيك وهذا يصبح مثل السكر العسل مش لازم يتعرض للحرارة أو لإشاعة الشمس أو للطبخ يفقد الفوائج هل العسل مناسب لمرضى السكر؟ العسل أنواع معينة مناسب لمرضى السكر اللي هو الطلح والشوكيات اللي هو السكروز فيه أقل من 1% مهم يكون أقل من 1% سكروز بخصوص الحوامل والأطفال هو العسل اللي متغزى على الظهور العسل العادي لأنه خفيف دائما نفضل مريض السكر أو اللي عنده مشاكل صحية أو الحوامل أو الأطفال دائما استشارة طبيب المختص هو أفضل مكان تأخذ منه معلومة كيف نعرف العسل الأصلي من المخشوش؟ طريقة الأولى نقلب العبوة مثل الكرة تطلع إلى الأعلى ببطء مثل ما أنتم شايفين كيف تطلع إلى الأعلى الكرة ببطء هذا هو الأصلي لو كانت تطلعت بسرعة بيكون مخشوش اتنين نوضع العسل على منديل المطبخ اللي هو المستخدمة للمقالة لشفط الزيت إذا متص العسل بيكون مش أصلي إذا مثل هيك ما متصش العسل مثل ما هو ضله بيكون أصلي طريقة الثالثة لازم يكون هيك مثل هيك مش لازم يكون فيه تقطع لازم يكون خط كامل حتى النهاية الطريقة الرابعة نوضع العسل بكوب من الماء العادي لازم العسل يفضل منعزل عن الماء مش لازم العسل ينخلط مع الماء حتى لو حركنا الكوب هيك بيكون أصلي مش لازم العسل ينسجم مع الماء لازم العسل يكون منفصل عن الماء تماما هيك أصلي طريقة الخامسة نوضع القطنة تبعة الأزن قليل من العسل وبنشعل النار إذا النار اشتعلت فيها بيكون العسل مش أصلي العسل أصلي ما بولع أو ما بتشتعل النار بي وأديكم وصفة عسرية هيك نوضع مكسرة ممكن وقليل من العسل وكل يوم ناخد معلقة منه كتير مزهل 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 النتيجة كتير حلو أهم شيء العسل يكون من مكان تشتروه يكون ثقة المكان كتير روعة أوضع المكسرة لإنتوا بتعشقوها في أمان الله ترجمة نانسي قنقر